في السياق أجرت قيادة الشرطة عملية تحقيق مع عدد من تجار ومروجي المخدرات الذين تم القبض عليهم في مناطق مختلفة من المحافظة واعترفوا صراحة بجرائمهم واستهدافهم لفئة عمرية مختلفة وخصوصا فئة الشباب وأكد الفريق هادرزيج قائد شرطة لنبار القبض على العديد من تجار ومروجي المخدرات في المحافظة مشيرا إلى استمرار القيادة وبالتعاون مع كافة شرائح المجتمع في ملاحقة المروجين لهذه السموم لحين القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل المتهم صباح نوري عبد عبد العزيز عبد الله طبعا جميعهم من مدينة الرمادي هذا النشاط تم ضبط بحوزته 16 ألف حبة المتهم الثاني نافع معيوف علي خلب تم ضبط بحوزته 30 ألف حبة كذلك المتهم أيسر جمال علي حمادي أيضا تم ضبط بحوزته 3000 حبة المتهم محمد رجب حسين ميدي تم ضبط بحوزته 3000 حبة المتهم أحمد تركي مصلح عبد أيضا تم ضبط بحوزته 3000 حبة المتهم محمد نافع إبراهيم أحمود تم ضبط بحوزته ألف حبة قيادة شرطة الأنبار تعاهد مقافة الأنبار وأهالي هذه المحافظة والحكومة المحلية أن تكون وهي العيون الساهرة بمطاردة الجريمة أينما تكون ومهما تكون نوعها وشكلها سواء كانت جريمة جناعية قتل أو سرقة أو أي شيء معين وكذلك الجرائم الأرهابية وبنفس الوقت أيضا الجريمة الأهم والأخطر في المجتمع هي جريمة المخدرات ترجمة نانسي قنقر